بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجك وسؤال محيرني ونكمل الرد على التساؤلات اللي بتجلنا على مواضيع التشكيك والإلحاد واحد من الإخوة الأحباء بيقول أوقات بتحاربني أفكار أن الله غير موجود فما الدليل على وجوده وما الدليل أن ديانتنا المسيحية هي الصح وأسئلة أخرى تواجهني وأريد الإجابة أولا نصحتي لولاد الكنيسة لما أفكار شك تجيلك ما تمشيش معاها وتنقشها كتير الأباء الروحيين علمونا أنه اللي بيحكي مع الشيطان ومع الشك ممكن يستدرجه وشوية شوية مخه يطلخبط ويوصل لاستنتاجات كان سهل الرد عليها إنما هو عشان مع الشيطان أو مع نفسه مشي بسكة غلط فيفضل أن أنت توقف الفكر ده وتطرده بصلاة يسوع أو بمزامير وبعدين تطرحه قدام أبا اعترافك أو قدام مرشد روحي أو تستعيب كتاب روحي مضمون يقدر يناقش معاك الفكر اللي بيهجمك أظن قضية وجود الله إحنا عرضناها خلال حلقات اللي فاتت لكن باختصار كده أول دليل أن ربنا موجود أن حضرتك موجود لأنه لو ما كانش ربنا موجود يعني ما فيش بداية للوجود يبقى ما فيش وجود لكن لابد أن يكون الموجود منسوب لكائن أصل الوجود الفلسفة تقول كده العقلي يقول كده المنطقي يقول كده ليه كل حاجة لها الأصل بتاعه يبقى أصل كل شيء هو اللي سمنا ربنا وطبعا في أدلة أخرى كثيرة أن الضمير البشري عموما يميل للبحث عن الله في كتاب كان كتب واحد من الملحدين في أسئلة برضو عن أسماء ملحدين أمنوا بالمسيح واحد مشهور منهم كتب كتاب اسمه كرايد وضهارت صرخات القلب كل الكتاب بيقول أنه كل قلب بشري بيبحث عن الله وبيصرخ بحثا عن الله بحثا عن الأمان بحثا عن الحب بحثا عن الغفران بحثا عن الأبدية كل ده موجود في قلب كل إنسان طبيعي وده يؤكد أنه في وجود لله ليه؟ زي ما الإنسان بيجوع فبيلاقي أكل بيعتش فبيلاقي مية عاوز يتنفس فبيلاقي هوى إذن هذه الاحتياجات الإنسانية تؤكد أن هناك كائن مطلق غير محدود يجبع كل الاحتياجات دي وهو الله طبعا في أدلة كتير عاوية لكن ياريتك تراجع الحلقات اللي فاتت أو تستعين بكتب بحيث تناقش مع نفسك بشكل موضوعي قضية وجود الله لكن يعنيني بالأكثر السؤال التاني اللي هو ديانتنا المسيحية هي الصح؟ لأنه أحيانا البعض يقولك خلاص من تفقين ربنا موجود شمعنا بقى أنتوا صح؟ ليه بالذات المسيحيين صح؟ ليه الإنجيل صح وغيره غلط؟ خلونا نقولها بشكل يعني منطقي هو أي عقيدة بتناقش علاقة الله بالإنسان غالبا بتتكلم في خمس محاور على الأقل من هو الله؟ ما شكله؟ ما شخصه؟ من هو الإنسان أصله؟ تركبته؟ هدفه؟ ما هو المرجع لهذه العلاقة أو هذا الدين؟ كتاب ومثل في الإنجيل عندنا مثلا ما هي الحياة الأخرى اللي بيهدف لي هذا الدين؟ ما هي مجموعة الأخلاق أو التعاليم اللي بيقدمها دي؟ طبعا ممكن الديانات المقارنة فيها بنوت كتير أو أكتر من كده إنما يعني عشان تحفظه خلونا نتكلم في الخمس بنوت دول أول باند هو من هو الله؟ في ديانات بتقول أو في عقائد بتقول إن ربنا فكرة مش كيان مش شخص حقيقة كلام ده ما يمشيش مع العقل ليه؟ الفكرة ما لهاش وجود حقيقي الفكرة ما تقدرش تخلق ما تقدرش توجد الفكرة تتوجد من مفكر فعشان يبقى ربنا مجرد فكرة يبقى ده وهم؟ يبقى ده ما ينفعش مع المنطق يبقى برضو ما كانش حد يبقى موجود ولا فيه وجود في أي حاج في ديانات بتقدم ربنا كشخص لكن ما هي صفاته؟ تقدمه عالي جدا عن المعرفة بحيث لا يعرف بأي درجة ويظل إله مجهول ولو تذكره في الكتاب المقدس في حد سفر الأعمال أنه بوليس بيلف وشايف أوسان كتير وكل وسان معتبر إله في وسان منهم مش موجود مكتوب تحتيه كده على قعدة التمثال الغائب مسبح لإله مجهول فهو استغل الفرصة وقال لهم لا هو مش مجهول تعالوا أكلمكم عنه لأنه لو كان مجهول ولا يعرف يبقى ما فيش أساسا دين ولا علاقة لأنه بدل مطلق المجهولية يعني مجهول تماما يبقى هندخل في الحتة اللي بيسموها agnostics دي إنه الله ما فيش حد يعرف حاجة وده كلام مش منطقي ليه لأنه لا إحنا بنعرف حاجات كتير في ناس قالت أنه شخص الله أو كيان الله هو إله يكره البشر فيه معتقدات كتب أو إله يتلزز بعذاب البشر أو إله لا يعنيه البشر كل دي حاجات معروضة على العالم إما ما فيش ربنا إما أن ربنا فكرة إما أن كل الناس ربنا وكل الخلائق ربنا كل دي حاجات موجودة وفي ملايين ماشيين ورا ولو فكرتوا فيها بالعقل حتى وبالمنطقة تلاقوا كلام ما يدخلش العقل لو دخلنا في حتة أنه ربنا يوصف بهذه الصفات طب ما هو أول رد فعل ليه كلية لما بقى ربنا بالنسبة لي إله متعنت وجامد وجاف وجبار ويعني بيكرهني طب أنا مش عاوزه هيحصل رفض على طول وهيجي سؤال منطقي تاني طب خلقني ليه لو لو لا أعنيه أو بيكرهني طب خلقني ليه طب أنا موجود ليه لأنه الوجود ذاته يؤكد حقيقة ضمنية أن اللي أوجدني أوجدني عن حب وإلا ما كانش أوجدني يعني أنت هتعمل لنفسك مشكلة ليه لو أنت اللي هتوجد حاجة أنت هتوجد حاجة بتحبها فطبيعي لما الكتاب يقول لنا الله محبة والإنسان ده مولود المحبة الإلهية كلام منطقي لأن ربنا ما كانش ناقص يعني الإنسان مش محتاجه لكن طالما أوجده يبقى أوجده عن حب ده المنطق الوحيد المقبول لكن يوجده ولا يعنيه طب أوجده ليه أو يوجده ويكرهه طب أوجده ليه بالتالي تلاحظوا حتى بالمنطق أنا عمال أقرب من الاستنتاج أنا لسه مرجعتش للإنجيل أن هناك إله حقيقي حي أصل لكل الموجودات وأصل للحياة وأن هذا الإله أوجد كل شيء عن حب لأنه الصفة الغالبة على طبيعته أنه محب فنوصل لبساطة كلمة الله محب ده بالعقل ده بالمنطق لأنه أي تصور آخر تلاقيني مش ماشي معاه بالعقل مش مرتاح له لأنه يعني إيه ترابيزة ربنا والكتاب ربنا والبني آدم ربنا ما هو ده كلام ما يدخلش الدماغ يعني هو الترابيزة دي هي اللي ممكن تخلق ترابيزة دي بتحرك الكون طبعا بعضكم ممكن يستغرب من الكلام لكن لو سفرتوا بلاد شرق آسيا تفاجأوا بملايين من البشر بيعتبروا أن كل الموجودات تمثل الله كل شيء يساوي الله ولو سألتوا هذا السؤال البديه ما يعرفش يرد يعني يعني الهوى ربنا يقول لك آه والشمس والطيور والشجر والمن يأدمين وكله ربنا طب ما أنا فهم أن ربنا ده يخلق ويوجد ويبدأ ويعطي حياه ويضبط كل شيء صفات بديهية فالله هل ده ينطبق على المخلوقات من فعش ينطبق عليه إبا أول بند نقارن بي المسيحية بما عداها بأي معتقد آخر الإلحاد الدينات المعتقدات مسيحية في جنب الوحده الله هنا هو الأب المحب الخالق المدبر وده يتفق مع الحياة اليومية ليه لما المسيح يقول يشرق شمسه على الأبرار والأشرار دي تؤكد صفة من صفات الله البديهية ليه طب البشر في منهم ناس بيقولوا ربنا مش موجود لو كان موجود وبيحب نفسه ما بيحبش البني أدمين كان أي حد قال عليه أنه مش موجود كان أباده إنما لأنه طبيعة وحب محتمل اللي بينكره وجود لو كان موجود ولا يعني إلا كرمته كان أي حد لا يعبده بالإكرار كان أباده لما الحياة مسكت فإذا اللي قاله المسيح عن الله منطقي يشرق شمسه وعنى على الأشرار والأبرار يعني كل حب حتى لمن لا يقبل الحب زي الأشرار زي غير المؤمنين زي الظالمين وهكذا البند التاني أنت بتقول ليه ديانتنا المسيحية تبقى هي الصحة تفكر ما هو الإنسان من هو الإنسان في المعتقدات دي كلها ومن هو الإنسان في المسيحية أول صفحاتك كتاب الإنسان يعرف تعريف في الإنجيل عندنا في الفكر المسيحي ملوش بديل عندنا أن الإنسان هو صورة الله ومثاله وبالتالي هو مخلوق متميز مخلوق ومتميز جدا له حيوان ولا جماد ولا نبات ولأن صورة الله ومثاله طبيعي يتعرف على أصل الصورة يبقى هو الوحيد اللي بينه وبين الله علاقة حقيقية ده ده فكر المسيح ويميل أن تتحقق فيه الصورة يعني كل واحد فيكم دلوقتي في ميل طبيعي أنه يبان عليه ربنا أو يقرب من جمال ربنا الحق الخير الجمال الحب الأبدية كل دي حاجات خاصة بالله كل إنسان عنده ميل طبيعي في الاتجاهات ده ده الفكر المسيح اللي بيقدم للإنسان فتعريف رائي جدا ومحترم جدا ويرضيني مش يرضي كبريائي يرضي عقلي إن أنا أنا غير الحيوانات وغير الجمدات طبيعي أنا عندي مشاعر مش عند الحاجات دي وعندي فكر مش عند الكائنات دي وعندي طموحات غير الحاجات دي خالص وعندي مثاليات ومبادئ وقوانين وعندي حرية مش عند كل الكائنات دي فلما يطلع بقى معتقد آخر يقدم الإنسان إنه عبارة عن معادلات كيميائي عشوائية أنتجت كائن اسمه الإنسان ما يدخلش عقلي الكلام والعقلة كتال يعني إيه يعني إيه شوية كيمي خبطوا في بعض عملوا بني آدم طب ومنين المشاعر دي تيجي والطموحات والمبادئ والمثاليات والإنفعالات كل ده هيجي من شوية التحام شوية مواد لو أحد قال طب ما هو حيوان طب انت فكر فيه هل الحيوان يقدر يسرح في الإبدية يقدر يتأمل يعيش حاجة للتأمل مثلا هل الحيوانات عندهم فن وإبداع طب ليه الحضارة الإنسانية ما شوفناش حضارة حيوانية في المقابل ما لقناش الحيوانات بتعمل فنون راقية الفن اللي في الإنسان ده يؤكد انه كائن متميز مختلف تماما فلو أي معتقد قال لي أن الإنسان أي حاجة تاني غير صورة الله أنا مش هرتاح للتعريف مش بتكلم كأنا برضو أنا بتكلم بالمنطق بالعقل لأنه الإنسان في الحالة دي لو قلت لي إنه هو حيوان خلاص خليه يعيش زي الحيوانات يبقى يموته بعض بقى وفي ناس كتير في العالم بتموت بعض لأنه تعريف الإنسانية عندها كده هو حيوان من نوع خاص وبالتالي الحيوانات بتأكل بعض أو إنه هو شوية مواد فيعيش حياة مادية بحتة ويتناسى تماما وجود الروح فيه لكن الفكر المسيحي بيقدم لي إنسانية كما ترضيني أو كما طليق بي كإنسان حاجة جميلة رأيها كده مقنعة فيها فيها كل الجمال والحب والخير وبالتالي هي دي الصورة اللي ترضيني يبقى لو قارننا الأديان من منظور من هو الله ثم منظور من هو الإنسان هنبص على المسيحية وما عادها ندخل على بند ثالث ما هو المرجع المرجع لأي معتقد أو لأي دين غالبا هناك كتاب أو مجموعة كتب أو على الأقل مجموعة أفكار لكن حاليا أي معتقد له كتب إحنا نتمسك بكتاب وحيد هو الكتاب المقدس صحيح له شروحات وتفسيرات وأقوال الأباء وإحنا ككنيسة تقليدية نفهم الإنجيل من الكنيسة كما فهمه الأباء لكن في الآخر الأباء الكتاب لا بديله عن دين طيب قارن هذا الكتاب بأي كتاب آخر الكتاب ده الوحيد اللي كتبوه في التاريخ أربعين كاتب في ألف وستمائة سنة تصوروا أحبائي لو عشر كتاب اكتموا عشان يطلعوا كتاب في عشر سنين دي مأموري صعبة جدا ليه؟ لأنه غالبا في اللي بيكتبوه هيحصل تعارض إما من سنة لسنة الأفكار ممكن تختلف أو من كاتب لكاتب الأفكار ممكن تتعارض نحن نتكلم على عشر كتاب وعشر سنين هنا أربعين كاتب وألف وستمائة سنة وتطلع المضمونات أو المفاهيم مستقرة تماما في خط واحد صورة الله من أول صفحة الآخر صفحة في أي تنقط قصة الله هو الإنسان مشي في اتجاه واحد الله محبة يعطي حرية للإنسان الإنسان بحريته يسقط ربنا يتدخل ثم يأتي ويفدي الإنسان وروح يحضر لنا الأبدية والإنسان معروض عليه الاختيار يكمل مع ربنا أو يرفضه قصة مشي في اتجاه واحد لا فيها يمين ولا شمال مخدومة بنبوات وبأمثال وبمبادئ روحية وبرساية القدسين لكن كله في اتجاه واحد مش قد نتعارض هذا الكتاب الوحيد الموسق في كل متاحف العالم بمخطوطات بلا عدد إنه كما كتب هكذا انتقل وكما كتب ترجم إلى مئات اللغات واحتفظ بمعناه كما قصد الكاتب أو الكتاب لما بنقول الكاتب نقصد ربنا اللي كتب عن طريق الكتاب اللي هي مفهوم الوحي عندنا قارن هذا الكتاب بأي مرجع آخر لمعتقد آخر أو دين آخر تلاحظ أنه في كتب أخرى ممكن تفاجأ بأنه في مبادئ قبل ما ينتهي الكتاب تتعكس تماماً يعني تبقى وصية وعكسة طبعاً بعضكم ممكن يقول طب ما هو العهد الأديم غير العهد الجديد دي لها مواضيع تانية وأظن أننا احنا تكلمنا فيها ونتكلم تاني لكن فيه فرق بين بدايات تكتمل وبين حاجة وعكسة قصة الكتاب فيها تصاعد في بداية من العهد الأديم وفيه تصاعد مع العهد الجديد ما جئت لأنقض بل أكمل سمعتم أنه قيل لا تقتل أضيف عليها لا تغضب لكن في كتب أخرى تلاقي التقناقض والتصارع وحاجة تتعكس تماماً أو تتلغي تماماً عشان تبقى حاجة تانية مختلفة تماماً أو مبادئ وأفكار وقصص ما هيش إنسانية ما هيش حقيقية لأن يمكن بعضكم فيه أسئلة تانية تقول طب إزاي كتاب مقدس يسمح ببعض القصص اللي فيها دم أو فيها زنة أو فيها ما هو الكتاب ده بيحكي حكاية ربنا والإنسان لو ما قالش الإنسانية كما هي واقعياً يبقى كتاب نظري يبقى كتاب غاش فلما الإنجلي يقول لي أنه حصل حالات زنة وحصل حالات قتل واعتداء واختصاب وفيه حروب وفيه هو بيحكي حصة إنسانية وبيقول لي ربنا دوره إيف ده كله لكن لو ما قالش ده كله تعففاً يبقى مش وقعي يبقى مش كتاب حقيقي يبقى مش أصدقه لأنه هيقول كلام كأن الناس ما بتغلطش لأن الناس بتغلط وأنا شايفهم وأنا كمان بغلط فلازم يبقى كتاب من واقعيته بيتكلم عن كل ما يحدث والبشر المهم أننا لو قارلنا الكتاب المقدس زي ما قال المسيح السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول ونتأكد إنه قوي جدا وثابت جدا ولن يتأثر بمهما بكل كم الاعتراضات والهجوم اللي بتيجي عليه بينما في ثقافات ومعتقدات وكتب أخرى انتهت مع الأجيال احنا بنتكلم مش بس على الموجود لو درستوا التاريخ كذا ألف سنة هتلاقوا فيه ديانات بكاملها ظهرت واختفت وفيه كتب كانت قوية أوي واختفت وفيه أساطير وفيه روايات وفيه فلسفات كل ده يطلع يطلع ويتهد خالص لأنه ملوش الصلابة والأصالة والحقيقة اللي موجودة في الكتاب المقدس قلنا كم بنت قلنا الله والإنسان والكتاب ندخل على الأبدية أو الحياة الأخرى برضو ما زالنا بنعمل مقارنة بين المسيحية في جنب وكل الديانات والعقائد والإلحاد في جنب آخر لو بصينا للأبدية يعني حياة أخرى يعني أولا هنلاقي بعض المعتقدات بتقول مفيش حياة تانهية اللي احنا شايفينه ده بس أول القصة وآخر وده مثلا كتير من الملحدين بيقولوا كذا الحياة ده تعارض مع الضمير والحس الإنساني كل الحضارات إن لم تكن هناك حياة أخرى ما كانتش الحضارة مشت في اتجاه لقدام زي أقربها في مصر عندنا الأهرامات والعظمة والإنجازات دي كلها كانت مرتبطة بدافع حيوي جدا هو إيمانهم الشديد إن في حياة أخرى وفي قانون حساب وعقاب وده اللي خلاهم عندهم أخلاق زمان الفرعنة وخلاهم يعملوا المقابر الملوكية بتاعتهم والأهرامات والحاجات دي كلها وتلفوا بلاد تانية زي المكسيك وزي العراق تلاقوا الحضارات القديمة عموما كان المحرك الأساسي فيها فكر الحياة الأخرى طب إذا كان الفكرة دي قد كده إيجابية بتطور في الإنسان وتهذبه طب هل ده وح؟ ده أول بنت ده مجرد اختراح وهل كل الناس دي اللي قبلنا وقبل المسيحية زمنيا بعضهم اختلقوا القصة دي طب ليه طلعت من المصريين وطلعت من المكسيكان وطلعت من البابلين وطلعت من الهنود وفي نفس الوقت إن لم تكن حقيقية طب ليه كل دول فكروا في الاتجاهة جاكمنين أساسا الفكرة إذا كانت وهمية وما كانش حتى فيه تواصل قوي بين الشعوب دي والحضارات دي لأنه كتير منهم كان منفصل عن الآخر اللي يقول بقى الأبدية أو الحياة الأخرى هي مجموعة ملازات ومشتهيات وأمور جسدية برضو هل ده يرضي طموحك كإنسان طب ما ده بالتالي ممكن يتحقق على الأرض يعني لو أنت غني شوية تاكل أحلى أكل يعني وتلبس أحلى لبس هل هو ده آخر أحلامك واللي في أحلام أعلى من كده داخل كل إنسان هي المثاليات اللي مش عارف يوصلها هنا زي مثالية الحق المطلق إنه كل حاجة تمشي صح ليه كلمة البر في الكتاب إحنا كلنا ننشد البر يعني إيه نفسنا نعيش حياة صح ما فيهاش غلط إنما دنيا حوالينا بما فيها إحنا فينا غلط وده مزعج دم دايئنا دم رفضينه في أمنية في داخل قلب كل إنسان بتقول إمتى ما غلطش إمتى أمشي صح على طول طب هذه الرغبة بتشاور على حقيقة أن هناك حياة كلها صح ما فيهاش غلط الحياة الأخرى في الفكر المسيحي هنا أجمل ما في الإنسان هو الحب الناس اللي بتحبوا بعض بتحس إن الحب ده ملوش تمام لا جنس يدي طعم الحب كامل ولا أكله شرب ولا فلوس ولا لا الحب أرقى من كل ده وأجمل من ده كله فالحب ده رغبة داخلية في كل إنسان إنه نفسه يتمتع بحالة حب مطلقة ما فيهاش بقى أي شوائب من الأنانية من الخوف من الألأ من العداوة من طيب إذن هناك شهوة داخل الإنسان إلى حالة حب مطلقة طيب ما هيدي الحياة الأخرى في المفهوم المسيحي عندنا اضطرابات وقلاقل ومخاوف وانزعاجات مستمرة طول ما الإنسان عايش لأنه في نهاية بتهدده دايما طيب إذا نحن نميل أن تكون هناك حياة بلا نهاية ونميل أن تكون هناك حياة بلا أدنى خوف ولا أدنى خطر هيدي الحياة الأبدي في الفكر المسيح الناس اللي بتجبر في السن بتلاحظوا أن كتير منهم بيبقوا مثاليين والشهوات الجسدية تقل والشهوات العالمية تقل لكن المثاليات تزيد إذن كأن النمو الإنساني ماشي في اتجاه الجسد يتقلص والروحانية تزيد ده عموما في الإنسان إذن ده مش بيشاور على أنه امتداد الإنسان هيكون حياة مثالية مفهجة كله اللي هي تنتهي بقى حكاية الأمور الأولى دي بتاعت الإنسان ويدخل على حياة أجمل كتير من اللي شافها على الأرض إذن كل دين أو معتقد بيوعد تابعيه بوعد البعض يوعد تابعيه بحاجة أرضية زي الإلحاد الإلحاد بيوعد الإنسان بأنه يبقى إله في الأرض لكن الإلحاد بيقول كده بدليل أن الإنسان فجأة بيمرد فجأة بتحصل له مصيبة بيلاقي نفسه مش إله ولا حاكم لكن الإلحاد لاغي ربنا ما بيقول أنت ربنا ودي الدنيا وما فيش غيرها ديانات أخرى بتوعد بحياة أخرى لكن حياة أخرى من نفس نوع الحياة دي أما الحياة الأبدية كما قدمها الكتاب أو الفكر المسيحي هي حياة أبدية فيها مشتهى الإنسان الحقيقي البعيد عن الحسيات والجسديات والمشتهى الإنسانية كلها بشكل مطلق بقى وده كلكم بتحسوه في لحظات صفاء وفي لحظات حب صادق والجد مع حفيده والأب مع ولاده والزوج مع زوجته والأصدقاء مع بعض كل ده يشعر بجمال هذه الحياة الأبدي خلصنا كان بند كده في مقارنة المعتقدات الله في المسيحية وفي عدها الأنسان في المسيحية وفي أي حتة تاني الكتاب في المسيحية وفي غيرها والحياة الأبدية والحياة الأخرى في المسيحية وفي منتقدات أخرى البند الخامس والأخير الأخلاق أو التعاليم أو مضمون مفهوم الحياة على الأرض بالنسبة لهذا الدين أو المعتقد هنا ندخل في مجموعة المبادئ أو التعاليم يعني إيه مثلا موعظة على الجبل بتاعة رباني يسوع وكتير قوي من كلمات بوليس اللي مبنية على تعاليم المسيح وكتير قوي من قصص الكتاب اللي مغموسة في تعاليم الكتاب هنا التعاليم المسيحية تتفوق وتتسامى عن أي تعاليم في أي ثقافات وفي أي تاريخ آخر وده بشكل يعني تقدروا تعملوا عليه بحث ودراسة مش ممكن هتلاقوا غير كده ممكن تلاقوا أن في بعض الشعوب عندهم مبادئ مسيحية عالية بس مش عندهمش الصورة كاملة يعني ممكن تلاقي شعب بيحترم الإنسان جدا دي من مبادئ المسيحية بس غالبا هتلاقي أنه مش بيحترموا لدرجة أن يبزوا الإنسان نفسه من أجل الآخر ده مبدأ مسيحي يبقى ده مش مجرد احترام ده أعلى من الاحترام درجات هتلاقي مثلا في مبادئ رأيها من النظام ومن النظافة ومن الحقوق الإنسانية كل ده كويس كل ده سنة أولى مسيحية إنما جوه المسيحية فيه أرقى وأعلى من ده كله وبالتالي المسيحية بتقدم الشكل الأمثل للحياة على الأرض اللي عاشها المسيح وعلمها المسيح وعاشوها التلاميذ وقرى المسيح وعلموها للي بعده وعيشاها الكنيسة وبتحاول تعيشها وتسلمها لولادة يبقى المسيحية مش بس بتقول يلا مش ورانا عشان ندخلك السماء المسيحية بتقول يلا مش ورانا عشان نعيش أفضل حياة على الأرض أمثل حياة أرقى حياة في العلاقات الإنسانية في احتمال المرض أو المشاكل أو الهموم فيه فلسفات كتير كل دين أو كل معتقد بيتعامل مع قضية الألم من زاوية معين المسيحية بتبص الألم نظرة جميلة جدا إن الألم ده جزء من تكوين الإنسان وتهزيبه والارتقاء به وأنه ده خطوة للحياة الأخرى وأن ربنا مشارك لنا في الألم ويتألم معنا عن حب وأن الألم بيوسع قلبك قوي كإنسان ويخليك تشعر بكل ألام البشرية والموضوع له أبعاد كتير قوي ممكن تبص في معضة إقادات أخرى تلاقي ما فيش تفسير واضح للقضية دي أو التفسير يغيز أكتر منه يريح أنه يعتبر مثلا غضب الله بس التفسير ما يريحش الإنسان بالذات لو إنسان ما عملش في نظر نفسه على الأقل اللي ما يستوجب هذا الكام من العذاب يبقى هنا في مفاهيم كتيرة ما ترضيش الإنسان ابني الغالي عاوز أقول لك فرصة أنك تقرأ وتقارن وحلو أنك تصلي وتقول لرب ساعدني أشوف الحقيقة صح لكن أؤكد لك أنك لو عملت كده هتبقى فخور أنك مسيحي وفرحان بالإنجيل وعينك على الحياة الأبدية وإلى لقاءات أخرى من برنامجك وسواء المحيرني لإلهنا كل مجد وقرام الأبد موسيقى